بعد أيام عاصفة بالقلق والمواجهات في تعز اللجنة المكلفة من قبل المحافظ أمين محمود توقع اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار في جميع المواقع وتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار الاتفاق قضى بضبط العناصر المطلوبة أمنيا وتسليم كافة المقارات الحكومية لقوات الأمن الخاصة وقوات الشرطة العسكرية في المربع الشرقي في إطار خطة السلطة المحلية لبص نفوذها على كافة المباني والمنشآت الحكومية في المدينة المحافظ كان قد اصدر قرارا يقضي بعودة المؤسسات إلى مقاراتها وبص نفوذ الدولة بعد أن رفضت جماعة أبو العباس تسليم المنشآت والمقاري الخاصة بالحكومة لأيام شهدت تعز شباكات دامية وجه خلالها رفاق المقاومة والسلاح ضد بعضهم ووقف القاتل الأول في مربع الفرجة لكن لم يقف وحيدا فمعه وقفت الشرعية موقف المتخاذي لتجاه تعز أيا تكون المواقف فتعز القطاع المنفصل كما قيل عنها تخوب معركتها منفردة فلا تزال القيادة الدولة تتعامل مع هذه المحافظة بلا مسؤولية على المستوى السياسي والأمني تعز التي حوصرت وانتصرت وحاربت وانتصرت تقف الآن أمام حوالة تفتيتها من الداخل وزرع أجسام غريبة عليها وكأنما لا يكفيها عدو واحد فهل بات على هذه المدينة بعد كل هذه التضحيات أن يعود أبناؤها للقتال فيما بينهم؟ يرهن أبناء تعز على تجاوزات محنتهم لكن بعد الكثير من الخسارة فأكثر من ثلاثين ألف مسلحا داخل المدينة باتوا يشكلون خطر الإنفلات ما لم تحتويهم الجبهات أو المعسكرات النظامية تساؤلات عن غياب الرؤية الواضحة للتحالف والشرعية والأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية فيما يخص ملف تعز ناهيك عن صراع الأجندات وتعارضها مع تمكين الدولة وسلطاتها في المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر